هلو يا حلوين ازايكم اخباركم ايه يا رب اكونوا بخير فيديو جديد مع بعض النهاردة هنعمل كاندل الوردة الامر دي الوردة دي بتبقى حلوة جدا جدا بتبقى شكلها لطيف قوي ده القالب السيليكوم بتاع الوردة ده القالب المصري مش المستورط ده قالب مصري لكن بيطلع الوردة زي المستورط بالزبط وببقى ارخص شوية من اولب شيئا ده انا كنت جايباها 160 جنيه اللي بتاع شيئا حوالي 220-250 في الرنج ده اه فارخص حوالي 100 جنيه او اقل لكن هو هو وببقى طري جدا والسيليكوم بتاعه جميل وهو بيطلع الوردة ما بتتقصرش معاك وكده بتبقى حلوة قوي اول حاجة جبتي القالب وحملت حطيت الفتيل ده فتيل قطن انا بشمع الحتة الاولانية وبقيت الخيط ده اللي هو الفتيل من جوه بتشمع من الشمع نفسه لما بصبه تمام؟ حطيت الفتيل وحطيته بالابرة الكبيرة دي ابرة المنجد وفيه ابرة تانية اللي هي الابرة بتاعت شيئين برضو اللي بتفتح بيها القالب لكن انا شغالة بالابرة دي كويسة جدا مبارتوم يعني في الاول ما تحاولش تكلفي نفسك حاجات كتير اوفر حاجة بسيطة في حاجة بسيطة وبتاخذ نفس النتيجة بعد كده لو انت عاوزة بقى حاجات تزودي وكده حتي اللي انت عاوزها بحب قدهن القالب بتاعي بزيت جونسون بحب ادهنه كده الاول يعني بدي لمعة للكاندل اللي لما بتطلع من القالب بيبقى شكلها حلو قوي ادهنته كويس جدا واهم حاجة يعني البتلات بتاعت الورد دي اللي هي الحتة حتة بتاعتها دي بتدهنها كويس جدا من جوة علشان تطلع معاك بسهولة وكمان علشان ويا بتطلع معاك ما تتقصرش وتطلع فيها لمعة وبتبقى شكلها حلوة جدا جدا انا عملت الوردة بتاعتي دي برحة الفراولة بجد رحتها فضيعة وفواحة جدا بعد ما دهنت الزيت بتاعها جونسون بسخن بالقالب بالسيشوار كويس جدا جدا لازمان طبعا حيعرفيني منسخنه كويس جدا كل مرة اقول لازمان يتسخن جدا لان ما ينفعش درجة حرارة الشمع تبقى مثلا عالية شوية والقالب بارد الشمع هتخطط وهتنقط معاك بمسح بقى زيت جونسون ده يعني بعد ما انا حطيته في القالب كويس ووزعته كويس جدا بمسح بقى زيادة بفوطة نعمة علشان ما يبقاش فيه يعني زي ميا كده والزيت ده بطلع على الشمع في الاخر بتبقى مش لطيفة وبعدين سخنته برضو كويس جدا بالسيشوار او بالهيت جونة على حسب اللي عندك عاوزة تسخني في الميكرويف شغال الميكرويف تلاتين ثانية وحطيه ثانيتين ثلاثة على حسب درجة حرارة الميكرويف عندك المهم يبقى سخن من جوا وتمسكيه بقى بالفوطة كده يبقى سخن معاك سياحة الشمع بتاعي زي كل مرة ما بنسياحه سياحة الشمع السوية ولونته باللون البنك شوية هو يبان احمر لكن هو بنك وحطيت عندي لون مايكا ابيض علشان الشمع وهي بتدوب تدي لمعه حلوة جدا انا سياحته وحطيت العيترو على درجة حرارة سبعين يعني انا سياحته وقص درجة الحرارة بعدين حطيت العيترو على درجة حرارة سبعين وحطيت اللون المايكا ودوبته كويس جدا جدا اهم حاجه يدوب كويس جدا معايا علشان مايكتلش ولا اي حاجه لسه فيه كتعة صغيرة من الشمع لسه مدابيتش فانا بمع التقليب المستمر كده ودرجة حرارة الشمع حت دوبها معايا تمام شمعة الفتيل اللي هو الحتة اللي تحت دي لكن ما اجيتش بالفيديو انا بقوم بس مسكة القالب كده وقوم حطاها اه في قلب الجزرولة الجزرولة اللي بسيح فيها الشمع وبس واسبيها سانيتين في ايدك بس كده ونشرفه بس وبقى تشمع طريقة سهلة جدا جدا هعمل لكم فيديو تشمع الفتيل كله يعني هشمع الفتيل الفتيل القطني اللي معايا والقبيات وكل حاجة صبيت الشمع معايا بالراحة جدا جدا هي بتهد حوالي 80 جرام مش ناسية الفيديو بتاع النسب يعني مثلا دي نسبتها 80 جرام لو انت عاوز تتخديم المايكرو والنخيل المايكرو والنخيل والقامكو التركي النسب المزبوطة هاجبها لكم يعني انا همحضرها والله بس لسه هامل الفيديو ده علشان هيتسهل عليكم كتير جدا وهنوزن مع بعض الاواليب وهنشوف بتاخد كم جرام ونحسبهم ونعمل كل حاجة مع بعض سبت الفتيلة عندي لازم انتبقى في المنتصف بالزبط وسبتها كده وبعد ما جفت دي عندي بعد ما نشفت خالص بطلحها انا مرضتش اجري الفيديو في الحتة دي وسايبها بالراحة خالص وتشوفوا يعني ما بتاخدش وقت وهي بتطلع بالراحة جدا 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 وانا بتطلعها تفتحي كده عليها تفتحي 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 يعني جزء 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 بالراحة كده احب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم اللي بيحبوا مجال الشموع عشان هيستفيدوا جدا جدا من الفيديو ده وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة وكمان اكتبوا لكون اللي انت اعوزين tenITY ، احبان انواع الشمع ايه , اعمل هالكو اعوزين شموع ايه عوزين النسب الليانت اعوزين اكتبوهلي وانا هعملكو فيديو بيه يعني ادوني افكار كمان وانا اعملكو كل اللي انتو اعوزينو تمام شايفين احبان إمر شايفين طلع حلوى جدن جدان جدن مفيش فيها كسرات خالص هي مفيش حاجة رائقة جدا اللي هي رائقة خالص بتاعة البتلات لكن شايفين ما شاء الله طلع حلوة جدا قصية الفتيل من تحت وزبطتها كده الفتيل زبطته ريحة الفراولة بجد طلع معايا حلوة جدا جدا وهتعجبكم او يجربوا ريحة الفراولة بجد بتبقى حلوة جدا يا رب بتعجبكم زي ما هي عجبتني جدا كمان دي ده مش جرقتها يعني عشان الاضاءة مختلفة الاضاءة مختلفة فمطلع لونها مختلف ده هي لونها بينك كده هتزهر معاكم كده في اول الفيديو وفي اخر الفيديو برضو هتحطلكوا صورة لها بلف الخلة كبيرة دي بلف عليها الخيط بتاعت الفتيل بتدي شكل حلو جدا لو انت عاوزة تركيبي كارت بتاع تركيبي اللوجو بتاعك اي حاجة اللي انت عاوزة بتركيبيه في المرحلة دي واهم حاجة عندي انت تعتقيها كويس جدا على الاقل اسبوع من اسبوع لعشر تيام بتتعتق كويس جدا بتلفيها في كيس وتربط عليها وتحطيها في مكان معتم لمدة عشر تيام لو انت هتطلعي الأوردر مطلوب منك وهتطلعيه على طول قوليها صاحبة الأوردر انت لازمة انت عاوزة تعتقيها وكمان لكن لو هي هتصبر عادي ومستنياكي وكده اه عتقيها انت لمدة عشر تيام اوكي يارب تعجبكم عجباني جدا ورحتها حلوة قوي قوي وده شكلها بعد ما خلصت وفي الاضاءة بقى يارب تعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب باي باي حلوين